بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هدى للناس يوفقهم سبحانه وتعالى فيه لما يحبه ويرضاه من القول والعمل والرأي والنية والهدى فهنيئا لمن أدرك هذا الشهر العظيم فقد ورد عن سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلي وقيلا من قضاعة أسما في عام واحد وشهد كل منهما المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحدهما أشد اجتهادا من صاحبه فغزى في سبيل الله سبحانه وتعالى واستشهد ثم مات الآخر بعده بسنة فرآهما سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأى في الرؤية قال بينما أنا نائم وإذا بي على باب الجنة وإذا بجاء يجيء من الجنة فيأذن للآخر منهما أي الذي مات بعد صاحبه بسنة فيدخل الجنة ثم يأذن للذي استشهد في سبيل الله سبحانه وتعالى لذلك المجتهد يأذن للأول ثم يأتي إلي ويقول ليس بعد أي مقامي في الدنيا ما زال له فترة قال فاستيقظت وحدثت بهذه الرؤية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتعجبوا كما تعجبت فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم على ما تعجبون فقالوا يا رسول الله عجبنا لذلك الذي مات بعد صاحبه بسنة وكان الأول أكثر اجتهادا منه وأكثر عملا منه يدخل قبل صاحبه الجنة فقال صلى الله عليه وسلم عن الثاني ألم يدرك رمضان آخر ألم يصلي كذا وكذا ألم يسجد لله سبحانه وتعالى كذا وكذا والذي نفسي بيده لما بين أحدهما في الجنة كما بين السماء والأرض أيها الأحبة الكرام هذا لمن أدرك رمضان هذا لمن أقبل على الله سبحانه وتعالى للطاعة والعبادة في رمضان هذا لمن شعر بذلك الفضل الذي هيأه الله سبحانه وتعالى لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث فتح لهم أبواب الجنة وأغلق عنهم أبواب النيران وصفد لهم الشياطين ينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة لذلك أيها الأحبة الكرام حري بهذا المؤمن الذي نفسه تتوق لأعلى درجات الجنان التي كان يرغبنا بها صلى الله عليه وسلم ويقول لنا إذا سألتم الله تعالى الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فهي أوسط الجنة وأعلاها وفوقها عرش الرحمن ومنها تتفجر أنهار الجنة رغبنا صلى الله عليه وسلم بأعلى المنازل ولم يقبل لعبد مؤمن بالدون وهذا أيها الأحبة الكرام ما يدفع كل عبد مؤمن أدرك شهر رمضان أن يكون له تلك النفس التي تريد أعلى درجات الفضل وأعلى درجات الجنان وأعلى الأعمال الصالحة يقبل بها على رب العزة والجلال سبحانه وتعالى فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما أخرج الإمام البزار والبيهقي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم إن المعونة تأتي من الله للعبد على قدر المؤونة وهذا ما عقله سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير أي من أنفق الدرهمين أو من أنفق ثوبين أو من أنفق بيتين أو من أنفق مزرعتين وقيل ذلك إشارة على كثرة الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام نوذي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة نوذي من باب الصدقة فيقول حبيبكم سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه صاحب تلك النفس التواقة يقول يا رسول الله يا حبيب الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها قال له صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم ما قبل سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يدعى من باب واحد من أبواب الجنة الثمانية بل أراد أن يدعى من أبواب الجنة الثمانية لذلك كان حاله دائما على تلك النفس التواقة التي تطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى فقد صلى صلى الله عليه وسلم الفجر مع أصحابه وإخوانه فيما أخرجه الإمام مسلم فنظر إلى أصحابه فقال صلى الله عليه وسلم من أصبح اليوم منكم صائما فقال سيدنا أبو بكر أنا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم من شيع اليوم منكم جنازة فقال سيدنا أبو بكر أنا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم من عاد اليوم منكم مريضا فقال سيدنا أبو بكر أنا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم من تصدق اليوم منكم بصدقة فقال سيدنا أبو بكر أنا يا رسول الله فقال له صلى الله عليه وسلم مجتمعنا في امرئ إلا أدخلناه الجنة أي مجتمعت هذه العبادات وهذه الهمة في الإقبال على الطاعات في نفس عبد مؤمن إلا كانت تلك الهمة سببا في دخوله الجنة عندما خرج صلى الله عليه وسلم يرغب أصحابه الكرام بالإنفاق في غزوة بدر نظر إلى إخوانه صلى الله عليه وسلم وأغرغبهم بالإنفاق وقال سيدنا عمر كما أخرج الإمام الترمذي بسند صحيح فوافق ذلك مالا عندي أي كنت ميسورا في تلك الساعة فذهبت إلى بيتي وأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف مالي وجعلته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسابق أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال فقال لي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك يا عمر فقال أبقيت لهم مثله يا رسول الله قال فأتى أبو بكر بما معه من مال فجعله في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر قال أبقيت لهم الله ورسوله فيقول سيدنا عمر لا أسبقه بعد ذلك أبدا هذا أيها الأحبة الكرام هذه النفس التواقة التي تتوق إلى ما عند الله سبحانه وتعالى ونحن في شهر رمضان أرجى ما ينبغي أن نكون عليه أيها الأحبة الكرام من تشمير عن ساعد الجد والطاعة والإقبال على الله سبحانه وتعالى من صلاة وصيام وقيام وزكاة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لهذه الأعمال ولهذه القربات في هذا الشهر الكريم إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر